دكتور نوصله في مدونات الأسرة بعدما تكلمنا على إسقاط الحضانة في الحلقة الماضية هي الحقيقة لا نخرجش على الأسرة لكن الموضوع يتعلق بجانمة هاتك العرض فقط نرد انتباه للشباب اللي يكنوا سمعوا شويات العلاقات الرضائية وتحبوا مراما بقى شيء عقب القانون ولا رجعت السيبة ولا رجعت السيبة ولا رجعتهم وهذه من ناحية من ناحية ثانية حيث واحد الميوعة اللي رجعتنا في المواقع الاجتماعية المواقع التواصل الاجتماعية رجعت واحد الميوعة واحد البسالة واحد اسميتها يعني واحد المستوى أخلاقي مع مرشته بهذه الحيطات اللي وصلنا له رجعت يعني الإنسان محيد حواجه شحش رجعت بسيطة كانوا شحاله دي كيديرو الشي النساء فتيات بينوا شوية دي الرجليهم الى مستوى الفخيد شوية دي برجعوا تحيدوا حواجهم كاملين تيرجعوا عيب الله واش دي برجع هاتش تيرجع عنا عادي فهاتش هاتش يده غادي يشوفوا غا يسحبهم راي تشير عادي راي دي برحنا ما من الله فينا رجعنا رايحنا لا سيدي لا ردوا بلكم وخاصة خاصة تنتكلم مع شباب اللي تكون عنده السن ديالو 18 سنة فما فوق من الظكور واللي تكون عنده علاقة بفتاة ما عندهاش 18 سنة وراه تكونوا كيقرأوا بجوج يمكن في الثانوي بجوج كيوجدوا بكالوريا بجوج ووافيتها ودير 18 سنة كيتما راشد وهي كيتما قاصر ولو بقل بنص نهار كيتما قاصر وراه مليك تمددك عليها راك تحاسب عليها جنائيا نردوا بلكم راه مليك تشوف العلاقة عادية تطلقها وذك شي كيسحبك ذك شي عادي ولكن راك من بعد تيم كلك تكون متابع إذا مشدرت بك شكاية على أنك غررت بها وأنك هتكتير عرض ديلها را ما تنتكلموش حتى على الاغتصاب بالنسبة للقاصر را تنتكلمو على هتك عرض جينايا جينايا يعني كنعقبو على كتار وخمس سنين فاردوبلكم ضي جديكم باخير ردوبلكم شباب يردوبل وراه كين فرق مليك تكون البنت قاصر ومليك تكون البنت راشد را ما تقول لكمش هاتش معناه لا لا لكن الغفلة اللي كتكونوا فيها كي صحابك راك انتك تتعمل معها بالند للند وأنكم بحال بحال وأنكم ولاد قسم واحد ولا في نفس الإعداد ولا في نستانوي نفس المؤسسات تتقرأ ويصحابك راك انتوية بحال بحال لا القانون كي شوفكم بمنظورين بمنظور راشد بن سبالك والمسؤول على تصرفاتك على المستوى الجنائي وهو وهي يرى فيها القاصر التي غرر بها والتي ضحك عليها والتي استهتر بشرفها وهي ما عارفاش راك تقولك هي ما عكت عارفش ورد بالك راك تصدق خرج على المستقبل ديالك وتمكن تكون المتابعة ديالك والاعتقال ديالك لسنوات عديدة فاردوا بالكم حيث بقوت اللي كتكونوا انتم ما كتتعملوا عادي كي صحابكم راك نتويها بحال بحال راك ماشي بحال بحال راك خطير جدا أنك تكون عندك علاقة مع بنت ما عندهاش 18 سنة اردوا بالكم ثم اردوا بالكم طبعا كنتكلم معكم بناء على شي حالات اللي كنشوف للمستقبل ديالك الشاب كيمشي وحتى عائلته ما تيبقوش يعني كيعيشو واحد زوبعة مستمرة واحد الكابوس اللي كيبقو تفكروه أيام وأسابيع وأشهر وما كيعيشو هذا الكابوس فكيشوفوا دك الشاب ولدهم تيشوفوه مازال صغير ماشي ديل هاتش هذا وكيفاش دالح توصل هاتش هذا كيتفاجئوا بإن القانون كيتابعوه واش هو كانت يمشيوا وياها وكيمشوا في نفس السيارة وتيمشيوا في نفس الحافلة وكيقلسوا يشربوا قهوها وكيقلسوا في الدروة يخدموا بجوج وما كيتفارقوش كيفاش هاتش وقعه كيفاش رجعت متابعه بجنايتك هاتك عرض والتغرير بقاصر والعنف ويمكن البتزاز ويمكن هاتش كله كين أردوا بالكم أردوا بالكم ثم أردوا بالكم شكرا على المعلومة دكتور إذن معلومة كتعلقة بهاتك العرض والتغرير بالقاصر شكرا على المشاهدة